بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتابع في مقرر الرياضة المالية الوحدة الثانية عشرة سداد القروض طويلة الأجل بفائدة مركبة سبق وبينا مفهوم القرض وعلاقته بصيغة القيمة الحالية للدفعات الدورية وبينا كيف يتم احتساب القصط الدوري إذا علم القرض وعلم المعدل وعلم عدد الدورات ملاحظة مهمة جدا القصط المدفوع دوريا لهو PMT هذا القصط اللي حسبناه واللي يعني بتم سداده في نهاية أو في بداية كل دورة من دورات القرض هذا القصط هو عبارة عن قسمين القسم الأول هو سداد لأصل القرض PV القسم الثاني هو فائدة على الرصيد غير المدفوع من القرض PV تمام؟ فإذا PMT يتضمن القصط المدفوع دورياً سداداً لأصل الدين وسداداً للفائدة المستحقة على الرصيد غير المسدد من القرض رح نرجع إحنا لمثال 27 طبعاً هاي الصيغة اللي حسبنا فيها القصط رح نرجع للمثال 27 ونبين هذا الكلام من خلال المطلوب الثاني وهو جدول استهلاك القرض احنا طبعاً في محاضرة سابقة بينا كيف منحسب القرض عفواً كيف منحسب القصط اللي هو PMT طلع معنا هايو يعني حسبنا حسبنا القصط مبلغ 39500 وخمسة فاصلة 47 الآن هاي 39500 عبارة عن جزئين سنوياً تدفع سنوياً جزء منها سداد لأصل القرض وهذا يسمى استهلاك القرض استهلاك القرض يعني دفع جزء من أصل القرض سداداً لأصل قيمة القرض هذا بيسموه ايش؟ استهلاك القرض الجزء الثاني هو الفائدة على الرصيد القائم أو الرصيد غير المدفوع فإذن احنا الآن معنيين بتقسيم 39500 إلى جزئين نريد معرفة الجزء المتعلق بسداد أصل القرض والجزء المتعلق بالفائدة المستحقة على الرصيد القائم طيب لو مثلنا حساب القرض لدى الشركة في بداية الدورة أو السنة الأولى في بداية واحد رصيد القرض كان مئة ألف تمام؟ رصيد القرض كان مئة ألف استمر هذا الرصيد مئة ألف حتى نهاية السنة الأولى فإذن آي واحد هي الفائدة المستحقة على القرض في الدورة الأولى في الدورة الأولى طيب في الدورة الأولى رصيد القرض كان مئة ألف يعني ستحسب فائدة بنسبة تسعة في المئة سنويا على مبلغ القرض الكامل في السنة الأولى اللي هو الرصيد اللي استفادت منه السنة الأولى تمام؟ من هذا القرض فالرصيد اللي استفادت منه السنة الأولى هو مئة ألف القرض كله استفادت منه السنة الأولى فمناخد تسعة بالمئة من المئة ألف لسنة واحدة طبعا لسنة واحدة يعني معناه ضرب واحد ففي هاي الحالة يعني ما في داعي نقول ضرب واحد فإذن بتطلع الفائدة الخاصة بالسنة الأولى 9000 ريال هاي التسع آلاف ريال متضمنة في 39500 وخمسة يعني إحنا لما سددنا في نهاية السنة الأولى قسط مقداره 39505 من 39505 هناك 9000 سداد فائدة القرض للسنة الأولى طيب إذا كانت 39505 تتضمن فائدة مقدارها 9000 إذن 39000 اطرح منها 9000 فبيعطيك P1 P1 اللي هو ما سدد من أصل القرض البرينسيبل يعني ما سدد من أصل القرض من خلال دفع 39500 وخمسمية وخمسة في السنة الأولى إذن ما سدد من أصل القرض هو 30500 وخمسمية وخمسمية وخمسة هذا P1 هذا P1 ما سدد من أصل القرض طيب إذن في نهاية السنة الأولى نهاية السنة الأولى كم هو الرصيد المتبقي نهاية واحد كم هو الرصيد المتبقي طبعا بحدود 69495 ريال تقريبا هذا الرصيد الذي آل إليه القرض مع نهاية السنة الأولى بعد سداد القصط الأول والقصط الأول تضمن استهلاكا مقداره تضمن استهلاكا مقداره P1 اللي هو 30505 إذن رصيد القرض مع نهاية السنة الأولى 69495 تقريبا رصيد القرض في نهاية السنة الأولى وهذا الرصيد هو الرصيد الذي سيرحل للسنة الثانية 69495 تقريبا مثل ما قلنا تمام طيب كيف حسبنا 69000 أخذنا رصيد بداية المدة ناقص ما استهلك أو ما دفع من أصل القرض بيطلع عندك رصيد نهاية السنة الأولى وهو كذلك رصيد بداية السنة الثانية هلأ حساب القرض حساب القرض في نهاية في بداية اثنين في بداية السنة الثانية كان 69495 تقريبا تمام هذا المبلغ استفادت منه السنة الثانية من سنوات القرض لذلك سنحسب الفائدة للسنة الثانية آية 2 الفائدة الخاصة بالسنة الثانية اللي هي آية 2 9% من الرصيد المتوفر للسنة الثانية الرصيد الرصيد المتوفر للسنة الثانية هو 690453 فإذن فائدة السنة الثانية هي 6254051 هذه الفائدة المدفوعة ضمن القصط الثاني ضمن القصط الثاني قديش القصط الثاني القصط الثاني زي القصط الأول قصط متساوي 39505 تمام هذا القصط في السنة الثانية دفع من هذا القصط هناك 6254 عبارة عن فائدة إذن استهلاك P2 اللي هي استهلاك القرض في السنة الثانية بناخذ القصط المدفوع 39505 بنطرح منه الفائدة المستحقة على الرصيد غير المدفوع للقرض الناتج هو 332505 هذه عبارة عن إيش 332505 عبارة عن ما سدد من أصل القرض في القصط الثاني أو ضمن القصط الثاني طيب قديش صار مسدد من رصيد القرض قديش هو رصيد القرض في نهاية السنة الثانية بعد سداد القصط الثاني إذن إحنا كان رصيدنا في بداية السنة الثانية 69494 سدد منه 33250 ومتين ومتين وخمسين إذن رصيد القرض رصيد القرض في نهاية السنة الثانية هلأ في بداية السنة الثانية بداية 2 كان 69494 واربعمية واربعة وتسعين هلأ سدد ثلاث سدد من هذا القرض نعم 33250 تقريبا فإذن رصيد نهاية السنة الثانية هو 36243 هذا رصيد القرض في نهاية السنة الثانية طيب السنة الثانية انتهت برصيد للقرض مقدار 36 هذا القرض رحل للسنة الثالثة بداية السنة الثالثة إذن في السنة الثالثة رصيد القرض في نهاية السنة الثانية أو بداية الثالثة هو هذا المبلغ اللي بيناه 36000 طيب ستحسب الفائدة في السنة الثالثة على الرصيد غير المسدد اللي هو 36200 و43 الفائدة هي عبارة عن 3200 و 612 و 290 هذه القيمة متضمنة في القصط الثالث المدفوع القصط الثالث مقدار 39505 منه فائدة 3200 و 61 إذن سيكون استهلاك يعني ما دفع من أصل القرض في القصط الثالث هو 36243 اللي هو الفرق بين القصط وبين الفائدة المستحقة إذن رصيد القرض في نهاية السنة الثالثة لاحظ لاحظ أنه إحنا في بداية السنة الثالثة كان رصيد القرض 36243 تمام فطرحنا منها 36243 إذن رصيد القرض صفر يعني 2 هللة هذه بسبب التقريب لأنه لم تأخذ جميع المنازل بعد الفاصلة هذه لا تؤثر شيء إذن رصيد القرض في نهاية السنة الثالثة لما سددنا القصط الثالث إحنا سددنا الفائدة المستحقة في السنة الثالثة اللي هي 3261 تمام وسددنا المتبقي من رصيد القرض اللي هو 36242 و43 و40 فنتيجة القرض حساب القرض في نهاية العام صفر في نهاية العام الثالث هذا حساب القرض في نهاية السنة الثالثة خلينا بس هذا حساب القرض في نهاية السنة الثالثة الرصيد كان 362 و232 و43 فإجانا P3 اللي هو الاستهلاك نفس القيمة 36000 تمام 36200 إذن P3 36243 رصيد القرض أصبح صفرا في نهاية العام الثالث وهذا شي طبيعي لأن القرض يسدد على ثلاث سنوات وسداد القرض على ثلاث سنوات يعني سداد أصل القرض اللي هي المئة ألف كاملة وفوائد هذا القرض طبعا هذا الكلام رايحين نبينه في جدول أو نلخصه في جدول اللي هو منسميه جدول استهلاك القرض هذا هو المطلوب في المثال 27 شوف الدورات هذا تلخيص للشغل السابق كاملا الدورة الأولى الثانية الثالثة القرض على ثلاث دورات ثلاث سنوات ثلاث دورات سنوية طبعا طيب هلأ رصيد القرض في بداية السنة الأولى كان 100 ألف المئة ألف طبعا إحنا دفعنا قصد دوري مقداره 39505 يتضمن هذا القصد 9000 فائدة واستهلاك 35000 فمئة ألف أطرح منها 35505 رصيد القرض في بداية السنة الثانية كان 69494 حسبنا عليهم فائدة بتسعة في المية طلعت الفائدة 6254 هاي 6254 متضمنة في القصد الثابت أو القصد السنوي الذي يسدد القرض مع أقصاته مع فوائده واللي قيمته 39505 فطرحنا 6254 من 39505 فإذن استهلاك الدورة الثانية استهلاك الدورة الثانية هذا عفوا استهلاك الدورة الثانية كان 33250 ما سدد من المتبقي من أصل القرض ال69 فأطرح 33250 من 62494 بيكون رصيد القرض في بداية الدورة الثالثة 36243 36243 احسب عليهم فائدة بنسبة 9% و إذن الفائدة المستحقة في السنة الثالثة هي 3261 هاي 3261 دفعت ضمن 39500 اللي هو القصط الدوري إذن كان المتبقي لسداد أصل القرض من القصط الثالث 36243 يعني هو نفس رصيد بداية الدورة الثالثة إذن القرض سدد طبعا هاي صفر القرض سدد مع نهاية السنة الثالثة إذا جمعت الاستهلاكات الدورية مجموعها 100000 طبعا إنسى 9999 97 هلا لا 100000 بالضبط هذا ما سدد من أصل القرض مضافا إليه الفائد الدورية 18516 لو جمعنا 100000 مع 18516 بيعطيك بيعطيك مجموعة الأقصاط المدفوعة اللي هي 118500 و16 إجمع الثلاث أقصاط بيعطيك عبارة عن إيش عبارة عن القرض وفوائده هذا هو ما يسمى بجدول الاستهلاك ترجمة نانسي قنقر